اشتركوا في القناة 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 بس محتاجة حاجة تانية فاكيد كل حاجة ليها طبعا ترتيب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا 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 اهداء أشتركوا في الموضوع لو فيه توطر احنا بنشتغل على النقطة دي ان احنا طبعا بنهديها بنحاول نديلها الاسترس ان انت تبقي كويسة وتمام قال لك اللي انت عايزي احنا نعمله ومش هنشتغل معايك ان احنا اللي عايزين نعمله لأ اللي انت عايزك فطبعا هي بتهدى طبعا بقولها لو عايزي تعملي تست نعمل تست هي ممكن تكون حبة الموضوع فبنشتغل على كده مش حبة وخلاص بتقولي انا معايك طبعا ده بنقهرها طبعا ما بتيجي تحجز البكج بنتكلم معيها كنت تحب عرف برضو البكج العروس عبارة عن ايه بسي هو الموضوع مش عن عبارة هو الموضوع عن طبعا طلباتها بس احنا لو بنعمل بكج محدد لنا بيكون مثلا بكج بتاعنا مميز في انه فيه سبغة بروتين لو هي محتاجة لو شعرها محتاج طبعا تنضيف البشرة طبعا مع اللوك بتاعها ده اكيد اللوك ده بيبقى شامل مثلا نكسزور ترحى لو هتعمل مثلا تسريحة بيكون موجود كل حاجة تكون مخاصة الموضوع يعني واحنا مميز عندنا ان احنا عندنا كل حاجة يعني بنوفر لها ان كل حاجة موجودة بجي بنتلوب منك حاجة الباكش كامل فاتطميني حاتفستانك ترحوا كلها موجودة الاكسزور موجودة كل حاجة موجودة ففيش قلب بتبدأ بقى تجيلك يعني قبل الفرح بقى تد ايه طبعا هو يعني المفروض الافضل يعني شهر ليه بقى عشان لو هتعمل حاجة بشعرها او هتعمل مثلا ترتيب لوشها او تمضيف او لو عندها مثلا رؤوس سودة او عندها حبوب فده بيحتاج جلسات الجلسات ده على مدار الوقت ما بينفاش يكون مرة واحدة فطبعا ده بيبقى محتاج وقت طويل فلازم تجينا قبلها فترة شوية عشان برضو نشوفها محتاجة ايه بس تمام اوكي حبينا نعرف انت نحدد عمل البروتين وبيختلف من شعر الشعر ممكن تعمليه قبل السابقة ولا بعد السابقة لحد ما يبدأوا ينزلنا حالات اللي معانا السورة اوه هشنا ممكن نسيب السؤال هننزل السورة عشان نشرحوا ايه نشرح اوه نشرحها السورة اوه احنا منتظرين دلوقت السورة تمام أول صورة هي يا زينة أيوة ده لوك خطوبة اللوك ده يعني يمشي حاجات كتيرة طبعا يعني مش خطوبة بس هو احنا مش بيميز اللوك بأنه هو اللوك ده ينفع كده بس ممكن واحد تطلب اللوك ده عايز اللوك ده خطوبة عايزة فرح عايزة سوريه على حسب هي بتحب الكفر بتاعها في الميكا بعمل ازاي عايزة حاجة كفر عالي حاجة متوسطة فدا برضو كان في حاجات كتيرة تمام بسوعة عاناها بقى الده يدي ديقة بتتعاملي معاها الزيت بوسي دي مش هاناها ديقة دي يعني يهريا يعني ايه ياه يعني بتملل لتنين اه فبيبقى معا الشغل حلوي جدا ومريح آه ممكن نجيب السورة لبعدها ونشرح على العينين أوكي بوسي انت شايفة طبعا عاناها هنا تمام احنا عاملين في العين طبعا مستعنى شوية من تحت عطينا اي شاد وفاتح شوية عشان احنا مش عايزين ندي للعين احق ان العين كلها مقفولة برواب العين جميل قوي احنا قافلين العين شوية من فوق مستعنى من تحت ده طبعا مع طلب العميلة اللي قدامك يعني العميلة في ناس توليك مش بحبك كحل فطبعا بحدد اللوك مش عايزة اعمل كحل يبقى اعمل لك يعني خلي اللوك اقرب شوية ان الشغل كله بقى فوق العين وتحت العين لأ تمام اوكي نشوفي الصورة اللي بعدها بقى البنتها اللي بعدها بس انت ما شاء الله يا زينب يعني من نوع لانا لما انت بتقوليلي على الحاجة بقولك اوكي انت شوفي الافضل ممكن تعملهولي يعني انت ما شاء الله بتشوفي الافضل والأحلى وبتميزي النقطة دي موجودة عندك بس برضوك في حاجة ممكن ناس ما تحبش كده ممكن تجيليك عروسة انا عايزة اللوك ده طيب انت ممكن ابقى شاف اللوك ده مناسب عليها فبقول ريدي هعملهولا في واحدة يجيبلك اللوك مش نافع عليها فانا بقول لها طيب اللوك مش حالو هتقول لي تمام انا عايزة عامله هقولها تمام خلاص انا عامله بس ده اختيارك اوكي وبنعمل اللوك عايزة مني عايزة اه تمام بس عروسة دي اه العروسة دي دي مودي نقرب رسمة العين شوية عشان نشوفها اه مش تمام دي اللوك بتاعها يا بشي بتحب الغوامق يعني مش حابة غوامق خالص مش حابة اي حاجة فيها اسود قوي فعملنا كل اللوك تقريبا على الزيتي اوكي تمام ف بس في كمان رسمة العين دي مختلفة شوية دي اللي بدأنا بيها الأول دي اللي بدأنا بيها دي بقى رسمة العين الواسعة ده او ده طبعا شغل السموكي شوية عشان دي يعنيها واسعة فعشان ما منحسش ان العين برزة قوي بنعمل اللي السموكي ده طبعا اللي السموكي على الألوان كلها مش شرطة اللي السموكي يبقى على الاسود بس لا طبعا على اي لون طبعا يمشي سموكي طبعا طيب اوكي نشوف اللي بعدها ده البروتين بقى اللي احنا تكلمنا عليه ان احنا امتا نحدد البروتين وفيه شعر يعني التاني بيختلف بقى انت هتستعمل مع بروتين ولا الشعرية نفسها مش هتستحمل بروتين وبيبقى فيه قبل السبغة بعد السبغة عرفينا يعني دنيتك ماشي ايه مع البروتين تمام هو البروتين طبعا الناس فهمة ان كلنا لازم نعمل بروتين عادي لا طبعا فيه ناس شعرها ضعيف جدا يضرها البروتين في حاجة لو عندها تساقط طبعا تساقط ده يتعامل معاه بترى يحسى جدا فاي مادة طبعا لها ضرر ضررها ده ما بكوني 10% بس معاه هي ممكن يخمسين في المية ليه ان شعرها ضعيف فقور دي بقاش نعمل ايه بروتين بروتين طبعا انا اللي بيجي للسنتر باتكلم كده يا جماعة شعرك ضعيف تلق امانة في الشغل على فكرة تلق امانة في الشغل ان هي مش فارق معاها ان هي تشتغل وتابل بروتين لا طبعا انا عايزة اللي يمشي يعني يكون مردي يعني مش الموضوع ان هو تيمشي بعد كده بقى مش مبسوطة لا طبعا وينده شعريان تتعرف ان شعرنا ام حاجة اللي بقى نشوفها باللعروسة دي كمان دي طبعا دي احنا تكلمنا عنها من شوية نتكلمنا ان هي مش حابة اللوك الغامق اه فعملنا لو كفواتح لان مش بتحب اي حاجة اسود البنوتة اللي بعدها ده اللوك بردوك الاسموكي اللي تكلمنا عنه مش نعنيها واسعة جدا فمعاها الالوان الفتحة مش هتبينها حلوة فعملت الالوان جدا فالاسموكي يبقى حلو جدا عم يعني الواسعين تمام انتي قلتلي برضو النقطة دي قلتلي ان الفاتح معايا افضل تبتبقي عارفة العين الفاتح معاك افضل عشان انت يعني كي ديقة شوية وجفن عينك برضو قليل يعني المفضون مش عايزين ناخد مساحة كبيرة منه فما بنحط فاتح بنقاهل انه الجفن شكله اوضح تمام اوسع لما بنحط بقى طبعا الحاجات كتيرة دي بتضيع العين فعنيك خلاص الورو دي بقت شكلها مش حلو انما لما بنفتح قوي بتبني عنيك اوسع قوي طبعا ده معا انك انتي لازم تحط الانسس فاتح طبعا مش عايزين نغمع عشان نوسع لها محترف محترفة ما شاء الله عليها طبعا نشوف العروسة اللي بعدها طبعا نشوف العروسة اللي بعدها طبعا نتكلم عن البنزة دي برضو قبله وبعد دي ستي هي بشرتها خمرية شوية سي عندها هالات سودا تمام احنا عشان نوصل لدرجة بشرتها لازم نعمل ميكس طبعا نكسلت الهالات السودا لا نجيب اللي قبلها بقا لسه بنشرح عليه تمام دوت اللوك دوت هي عندها طبعا هالات كتيرة تحت عينها طبعا احنا لازم نشتغل ان احنا نكسل الهالات وبعدين بنعمل ميكسي بالكريمات عشان نوصل للبشرة بتاعتها فطبعا مع الكلام معاها انا عايزة لوك فاتح فبنعمل لوك فاتح فبنحاول ان احنا ايه نفتح البشرة عنها لان هي محتاجة تعمل لوك فاتح احنا اصلا قريدي لازم في الطبيعة نعمل اللوك يكون درجة افتح مننا فممكن تيجي عميلة تطلب منك انا عايزة اكون ايه افتح شوية فبنعمل ميكسي عشان نطلحها افتح شوية انت شايفاها قدامك دلوقتي هو اللي فاتح بس افتح مش اوفر بس هو المعتاد والاحسن يعني تكون درجتنا افتح حاجة بسيطة هي طالبة انها تكون ايه اعلى فانا عامل كده بطلبها وحددت لها عنيها يعني بس رسمة عينيها لو يقربوا كبان شوية من عنيها او رسمة حدها شوية من نهاية العين او مش من مدمع العين او احنا بيدي عن مدمع عن خالص لان هي عندها برضوك عندها ايه يعنيها قريبة لبعضها شوية احنا لازم نبعد ده فبنشتغل اكتر على ايه على اخر العين تمام اوكي نشوف البنوتة اللي بعدها تمام ممكن نقرب شوية لا في لك بتاحها قبله بعد او دي طعفة او دي ع السورة دي لك مبيتي هيجبولك الصورة بتاعت قبله بعدها واريك دلوقتي اللك بتاحها قبله بعد ممكن تجيبولي اللك قبل ده طبعا الخطوبة اكيدية عايزين شوف رسمة عينيها كمان لان برواز العين ده بيبقى فارق او في ميكا دي عينيها دي عموت دي عموت او مش واضحة اصلا ميكا او مفيش عينين لا او هتشوفيها بقا في ال هتشوفيها دلوقتي في الرسمة العين بقى وريبة لكي هتلاقيها واسعة جدا او هم طيب ممكن نقرب بس نشوف الرسمة العين او كي موسيك كده قربنا شوية ايو هي طبعا ما اجيبوليك الصورة التانية اللك ده يعني هتشوفي انجاز فيه قبله وبعد عشان كان عندها مثلا حبوب عندها هلات كتيرة تحتانها فعملنا لها اللك ده يعني طالع معابر فشل هتشوفي دلوقتي الصورة هتلاقي حلوة معاك لما هتيجي هو اللك بتاعها ده يعني يمشي كتير يمشي عروصة يمشي صفاف يعني يمشي مناسبة يمشي خطوبة السوريلي طبعا ما ينفعشي خالص عشانو هفول كاور شوي اوكي ازاي نحدد اللك على البشر انا سألك السؤال ده او بص احنا بنحدد ده من خلال طبعا بشرتها هي بشرتها لو خمرية مش هينفع نشتغلها لحاجات كتيرة بشرتها فتحة ليها الوان بردوك معينة الغمقة طبعا بقى بيبقى محدودين شوية لاننا عايزين نعمل حاجات تمشي مع بشرتها لانه هي بشرة غمقة فانو جيت تبقى فوري وتفتحي هتقلي بيها حاجات دانية خالص وحشة فلازم بتحددي ده بقى طبعا بتعملي مكسات على الوش او بتعملي اختبار قبل ما بتعملي اللك اختبار الكريم اللي هتعملي يعني احنا مش هينفع ننجي طبعا نعمل لك عروسها وهي مثلا مش بيضة فدلوقتي اخش اشتغل على طول وباشر كده واطلع اللك لو انا حطيت الكريم هوا مش مناسب معاه طبعا مش عارفش للكريم طب نعمل تست انا وهي قبلها بيوم او اتنين على الكريم يعنو دنيا تمام خلاص الكنتور بتاع هيبقى عامل ازاي ودنيا تبقى عاملها ازاي بنسبة ده وبعدها بتيجي تاني يوم مثلا يوم فراحة او كده نشتغل بقى تعملي بقى استعملي بقى استعملي وممكن تعملي على رسمة الام برضه لا يعني هي لو مرتاحة ومش قلقين احنا بنعمل تست عشان هي بشرتها مثلا غمقة فبعدين بتبقى قلقينة احنا عايزين نطمنها بنا عملها تستع كريم تمام انا متست للشادو ده لو هي حبة لو حبة بقى نكمل لك بس ما شو الله يا زينب ينشوه لك جميل انا لما شوف شغل زي ده هاجة اقول لها لو سمحتي شوف ايه اللي لاي زي من عملتلك النهاردة ازاي هو بيجيلك بقى 80% كده عشان في المية طبعا القلق والتوتر عندهم في كل حاجة مش منك انتي حتى لو هم اجيلك همسكوا يبقى عزين التمونه اوي طبعا احنا ده لازم نعمله عشان احنا واجبنا اصلا في الشغل ده انه العروسة تكون معانا متطمنة اوكي منتظرين السورة وكانان هينزوها دلوقتي اوكي معيك لحد ما يبدأوا بقى يعرضتك اه فهو الاتمنان ده حاجة كبيرة يعني اهم من الشغل ان العروسة تكون قاعدة متطمنة متطمنة شغلت لها كويس هي تكون مرتاحة الموضوع بقى هي لو متوترة وانتي بتشتالي مهما عملتي مش هيزبت معك هي اهم حاجة الاتمنان بتاعها الاول ده موجود ده هيريحك وهيريح العميلة وهيريحك كل اللي يعني اللي وقف والموجود واللي معاه بس فتوطر ده يكون حاجة صعبة ايه اهي صورة عبنوطة او دي الصورة اللي كنا بتتكلم عنها من شوية اه هيا دي البنوتة طبعا واضحها الشاشة انه هي عندها عالات صعبة اه هي اصلا بنوتة عالسولة ايه اه اه اللوك بتاعها زي ما انت شايفها فاتح شوية عن بشرتها اه والحبوب مش موجودة والحلات مش موجودة كل حاجة مش موجودة اه احنا ن Rather احنا ن canceling كل حاجة بصراحة اه هوا طبعا الموضوع متعب شوية لما بيكون فية طبعا حبوب او كده الموضوع بيكون متعب شوية في الترخبات بقا ولا برايمرو letzte الا مش عارف ايه بيكون الموضوع طويل شوية معاا بس داي لبشرته صفية بشرة صفية بيكون ميريحة شوية هي بيكون معا مشاكل شوي هاين بس طبعا ده مش بيقف مرصاد نهين هي أول ما بيشوف اللوك كده بتقولك إيه مندهش أي حد بيحط ميكب طبعا بيشوف نفسي بيكون مندهش لا ميكب ده السمبل بتاعك بيزقها بتاع جمال الميكب بتاعك بجد بيبقى فارق جدا جدا من أن أنا أعمل ميكب أنا أعمل ميكب كتير وبطلة وببقاش مبسوطة لكن لما أنا أشوف نفسي كده قابل وبعد أكيد فيه فرق يعني بتبقى ماشية مبهورة بالنسبة طبعا قابل وبعد دي بتقولي ما تورينيش قابل أنا عايز أفضل على طول بعد لو استمحت خليني كده ممكن أوكي يومين أو لا عايز براحتك يا حبتي ما تناميش فهو الموضوع أنه هو قابل وبعد ده ما بنوراهولهاش بقى خلاص غير ما بنفجأها بقى سمم بتجينا زيارة بقى فاكرة نفسك هتصدم تقولي لا مش فاكرة أنا فاكرة نفسي وأنا حلو تمام معنا مكالمة تليفون أحمد مدير بيتي سنتر جوزي أوكي معا ألو ألو سمع عليكم عليكم السلام إزايك يا أستاذ إزاي حضرتك يا فاندي ما عامل إيه أراني يا أستاذ زينبين أنا بشكر حضرتك طبعا على موهبة الأستاذ زينب أنا عارفتي كل ده فضل حضرتك بلا لذا هي ألولا ما هيك بياسها وربنا يغفق يا رب ومزيد من نجاح بنشال لي هي بقى حضرتك هي ترد عليك بنفسها أنت طبعا أهلة زلزة في حياتي طبعا ربنا يخلق لي حبيبي ربنا يخليك لي ربنا يخليك لي أنت كل حاجة حلوة بتحصلي من وراك أنت ربنا يخليك لي بالتسلاميل يا رب حبيبي بالتوفيق دايما يا رب وطبعا ومرسيل حضرتك الله يخليك يا ستة كله بحب أشكر مواعد مع السعاد عمتا وكلا تستحوه جميعا كلك زوء أكيد لما ترجع إن شاء الله لينا لقاء مع حضرتك أكيد إن شاء الله يا رب اتنورنا طبعا يا فن مرسي من دخلت حضرتك كيفان اتفضل بايبا بايبا حبينا نعرف إحنا بنشكر طبعا سيد أحمد طبعا على الموهبة الجميلة اللي هو تبهن في الطائرة حبينا نعرف فيه فرق بين ميكوب الفرح والسوري عروسة يعني أول ما تيجي واحدة تقول لك أنا حب أعمل ميكوب أنت بتحددي دي بقى مناسبة بقى ممكن تعملها ميكوب عروسة لو هي طلبة دا بصي هو المفروض طبعا اللوك بيمشي مع اللي إحنا هنلبسه يعني أنا ما ينفعش ألبس فستان سيمبل قوي وهعمل مثلا هتحتفل مثلا في البيت على الافتراض فهتلبس حاجة سوري قوي سيمبل ما ينفعش أعمل لها ميكوب عروسة هيبقى الموضوع صعب صعب للناس اللي حواليها هين لأنه هيبقى شايفينه أوفر على اللي هي بس لو هي حبة إحنا بنقول لها حبة خلاص بنشتغل بس هو طبعا يعني المفروض أنه كل لك ماشي يعني عروسة تبقى عروسة خطوبة تبقى خطوبة سوري بقى سوري بس فيه ناس بتحب فول كوفر قوي لأنها في الطبيعة أصلا بتخرج حطة ميكوب كتير فمش هتيجي أنت بقى راح تعمل لها ميكوب فتعمل لها حاجة سيمبل هتقوم تتخد تقولك أنا مش حط حاجة فأنتي بتتعاملي معاه هي أصلا في الطبيعة بتاعتها إزاي لو طبعتها سيمبل طول الوقت فأنتي هتحاولي تعلي شوي طرف الشخصية الأول بعد أنت تتعامل أحنا طبعا قبل أن نشتغل بيكون في بنا كلام الكلام ده بيحدد إحنا نعمل إيه لو هي أوفر في الميكوب يعني لازم نشتغل على أن نكون لك فول كوفر مفيش تمام بنشتغل بقى المناسب لي تمام أوكي نتكلم بقى البروتين لحد ما ينزلوا لي صورة بتاعت البروتين كمان كلمينها شوية أنا عرفت في البيوتي سنتر عندك أني كمان فيه بروتين يعني غير مكوب أرتست فيه بروتين فيه إيه تاني عندك في البيوتي سنتر بص إحنا عندنا كل حاجة عندنا سبغيت عندنا البروتين عندنا ترميم عندنا كل حاجة بيخص لأي بنت أوه ده شعر قصير بص هو ده شعرات قيل شوية بس كان هو ضعيف بس عشان تقلو إحنا عرفنا نشتغل عليه يعني هو كان ضعيف بس الفكرة أنه هي عاملة سبغة قبلها تمام بتعمل بروتين بعد السبغة عادي أيوة طبعا هو ما ينفعش أصلا بروتين وابعدين سبغة آه لأ هو لدي لازم يكون الأول السبغة وبعدين بروتين تمام عشان طبعا أكيد من يوم في المية سبغة بتعمل شوية ضرر فإحنا عايزين الضرر ده بعدها يكون فيه البروتين يصلح الدون نشوف بقى الصورة اللي بعدها برضو تمام تفضلي بقى الصورة تالية برضو بده بروتين وسبغة أوكي بس بيفرق في حالتها قوي نشوف شعرها قبله وبعد طبعا هو ما احنا مش هينفع وريدي نحجز معيكي غير لما نشوف شعرك ونحدد أنا ممكن أمشي عشرة وقبل ثلاثة أربعة بس تمام ده عشان مثلا ضعف الشعر أو الحالة مش هتنفع مش هينفع أنت تخش تقول لي هامل بروتين فأقول لك وعملي بروتين لأ طبعا بنحدد معيك لأنه بقى فيه شعر ما يستحملش فمش هينفع أقول لك آي وأشتغل وبعد كده ضرك ممكن بيبقى فيه حاجات تانية حمامات كريم تشتغل عليها ممكن تقوم بها بقى إنتي قلت لأ بس معلش أنا عايز إيه أعمل فأقول لأ خلاص بشتغل إنما هو الفكرة إنه إحنا لازم لازم يكون فيه الأول مع بعض يعني مش هو القرار يعني هو القرار وأنا في البروتين بصراحة يعني بشتغلش بالقرار أنا معايكي الأول تمام بنشوف الخص لا تستحمل ولا لأ أيوة طبعا وبنشوف بقى طبعا النوع اللي هيبقى مناسب لشعرك إيه فيه شعر مجاعد قوي بقى عايز نوع كوي شوية فيه شعري كويس لحد ما بيقابلتك تشتغل على الماتيريال حلوة بقى عشان خفتك طبعا أفضل أيوة طبعا أعلى حاجة عشان العميلك ونماشي من عندك مرتاح مش إحنا مش لازم ناخد منك فلوس وتمشي بعد كده مش هترجعي أنا أهم مقتبطت كل أسأل أي بيوتي سنتر الماتيريال بتاع الزبغة الماتيريال بتاع ميكوب تبقى فرقة جدا عند الواقع أه طبعا إحنا ما بيجيبش حاجة من هنا كل حاجة بيكون السلر كلها اللي إحنا بنجيبنه ومش من هنا السلر بتاعنا إحنا بيجولنا كل حاجة لحد ما كان بس السلر بقى طبعا مش موجودين هنا بس بيجولنا الحاجة كويسة وده المعنى على التواصل إن الحاجة كويسة بيقولنا عليه تمام فيه حالات الشهادة بقى أنا طلقت منه من الشهادة تنزل دي لسه وغضاء قريب ده الكورس ميكوب بس هو كان احترافي مع حد ممكن تكون يعرفي اسم أعيدل دي بموت فيها بصراحة قضوتي مبروك اه وغضاء الكورس ده يعني ممكن بقاله ثلاث شهور مثلا أو ثلاث شهور خمس شهور في الحدود دي مش فكرة المعنى ده وين بس هو كان كورس كويس نعم بس هو كان كورس كويس جدا استفدت من اه استفدت من كتير بعد الخبرة دي كلها وتاخد كورس ده كده احتراف بصي وانا بصراحة بشتغل بالي سنين ماخدتش كورسات مكنش حاسة اني محتاجة قوي بس هو الموضوع هي الموضوع انه احنا بنحب نطور شوية من نفسنا وانا حاسة ان انا هفضل دايما اتعلن مش هقف عند حاجة معينة اوكي ممكن نصيحة لكل بنت حب تدخل المجال ده هو المجال ده حب قبل اي حاجة لازم تكون البنوت احبها الموضوع يعني مينفعش نخش نقول انا هابقى ميكا بقارتستي وخلاص كده لا طبعا لانو ده بتبقى حاجة لوكات دي بتبقى حاجة جواكي يعني بتخرجي موهبة جواكي مينفعش هروح اجيب شوية حاجات وقولها اشتغل بيها لا لازم قبل اي حاجة تكوني حسنك عايزة شغلي ده عشان بتحبيه حب الموهبة او بعد كده طبعا بتعملي بقى شغلي مع نفسك على قربتك على اختك بتجرب اللوكات انتي هتعرفت يعمليها او لا طبعا حابة بقى او معاها مثلا فلوس انها تاخد كرصات تاخد كرصات الكرصات بتساعد كتير بس ما بتساعدش ايه؟ فكرت ان انتي تدي كرصات في المجال ده والله هو الطلب مني بس انا لست حاسة ان انا مش مؤهلة للموضوع ده حقيقي طبعا مينفعش خش في حاجة وانا حاسة انها لسه ايه مش قدها قوي مش قدها انا مش عارف اعلم اللي قدامي لا حاسة انه لسه شوية اوكي حاسة الموضوع لسه شوية تمام اوكي انتي طبعا يعني ترفع عليك في شغل ربنا يخليك يا حبيبي بجد يعني وانا مبسوطة جدا بالميكاب اللي انتي عملاولي حبيبتي حبيبي انتي الجميل وارقام التريفونات يا جماعة بتاع الزينب على الشاشة للتواصل معها وهي عملا للميكاب التحف اللي انا باللوك الجديد ده انتي عسول يا حبيبتي اه هو فيه اختلاف يعني خلينا نقول ان فيه اختلاف لا انتي عسول انا دايما بتطلعب اشوفك زي الامر تعافتك شوية برضو في الميكاب يعني كانت متوترة شوية احنا بكن نقول شوية عشان الوقت بس مش اكتر اه تمام حابة تشرحي حاجة معينة شفتيها عملتيها يعني لكي اه والله هو انتي بشرتك صافية ما عنديكيش مشاكل كبيرة في البشرة هو البشرة بتاعتك عندك هلات بس ما عنديكيش غير هلات بس تحت عينك بسيك جميلة بس محتاجة ترطيب بس تمام انا سألتك برضو في النقش بجامل عشان عدم مايكي على فكرة انتي حلو تحرمش منك وطبعا دي بصمتك وده يعني شغلك جميل انتي الجميل بسي مبدئيا اللي قدامنا هو بيأهلنا برضو للشغل تمام وصلنا نهاية حلقتنا النهاردة يا رب تكون الحلقة اناليت اعجبكم واستفدنا من الاستاذة زينب تمام ويا رب دايما اشوفها متفوقة انا بشجع كل الستات اللي هم عندهم المجال ده وان هم حابين يجبروا يا رب يا زينب اشوفك يعني احسن واحسن واحسن نورتيني النهاردة في البرنامج وشرفتيني واتمنى انها شوفت مرة تانية واتمنى تبقي بقى ليكي فرع هنا في القاهرة عشان اعمل اللوكي الجميل ده اوعدك يا حبيبت رب اللي خليت نورتيني حبيبت وصلنا نهاية حلقتنا وانتظرونا بقى بحلقات تانية جديدة مختلفة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة